موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نعرض لكم شيء مميز في مدينة طربزون بالتحديد في منطقة أكتشكالي فلا على مساحة أرض 1000 متر مربع طبعا مساحة الفلا من الداخل 300 متر مربع سوف نصورها لكم الآن بالتفصيل أولا هنا عندنا المدخل مثل ما تشايفين هذه مواقف السيارات مساحة كبيرة جدا أتوقعت التسع لما يقارب 5 سيارات وعندنا منطقة الشوي مثل ما تشايفينها في الركن وأيضا منطقة تنزلنا للحديقة الأمامية التي سنشوفها من إطلالة الفلا تفضلوا غيانا هنا عندنا مدخل الفلا في المنت شايفين باب الحديدي باب جميل جدا مرتب أول ما ندخل عندنا المنطقة الفاضية المساحة الكبيرة ومساحة الاستقبال وعندنا دورة المياه الأولى مثل ما تشايفين طبعا الفلا عبارة عن أربعة دوار وهي عبارة عن خمسة غرف وصالة بالإضافة إلى أربعة دورات مياه تخدم الفلا بالكامل هنا نصل للصالة الأولى اللي هو في الدور الأول مثل ما تشايفين طبعا مساحة كبيرة وعلى الواجهة الأمامية عندنا الشرفة الجميلة هذه طبعا في إمكانية أننا نوسع الشرفة حاليا المالك مستخدمها بالشكل هذا مثل ما تلاحظون إطلالة كاملة على البحر والطبيعة طبعا منطقة أكتكالي منطقة تاريخية فيها قلعة تاريخية على الساحل وأيضا عندنا المزار المزرعة الأمامية هذه تابعة للفلا مساحة الأرض ألف متر مربع ومن ضمنها المزرعة الأمامية التي شايفينها مزروع فيها بعض نواع الفواكه مثل البورتوخال والحمضيات وأيضا الرمان وعندنا التين نرجع ثاني مرة حاليا نحن في الدور الأول وهو يعتبر الدولار الأرضي لكن مرتفع من الأمام عندنا فيها الصالة وأيضا عندنا المطبخ طبعا هذه الطاولات للجلسات الخارجية ممكن استخدامها الفلا معروضة بالأثاث بالكامل مثلما تلاحظوا المطبخ طبعا جودة عالية وجديد وفيها جميع الأجهزة الكهربائية منها نخرج للدور الثاني طبعا لو تلاحظوا هنا لها أطلالة على المواقف والحديقة الخلفية وصلنا الآن للدور الثاني عندنا أولا على يميننا الغرفة الأولى يعني المساحة شرحة جدا حاليا مستخدمين حاطين فيها سريدين وأيضا جميع الغرف فيها مكيفات جميع الغرف فيها مكيفات هنا عندنا الغرفة الثانية مثلما تلاحظوا مساحة كبيرة ما شاء الله تبارك الله وأيضا مؤثثة بالكامل وعندنا هنا نظام التدفئة تدفئة مركزية بالإضافة إلى الإطلالة الكاملة على البحر طبعا عندنا أيضا الشرفة الأمامية هذا المكان المفضل بالنسبة للساكن مثل ما تلاحظون صراحة جميلة جدا وأيضا إطلالة كاملة على المزرعة الأمامية نرجع نذكركم المساحة الإجمالية للأرض ألف متر مربع مساحة الفيلا من الداخل ثلاثمية متر مربع لها طلالة على الوادي والطبيعة ولها طلالة كاملة على البحر نرجع نشوف باقي الغرف طبعا هنا عندنا دورة مياه رئيسية تخدم الغرفتين اللي شفناها أيضا فيها المروش الكولوزيت المغسلة بالإضافة إلى جهاز التدفئة المركزية أيضا موجودة وهنا عندنا الدولاب يعني الأدوات الزائدة ممكن تحطوها وهنا عندنا الغرفة اللي تعتبر رئيسية مجهزة بالكامل وأيضا لها اطلالة جميلة على البحر بالإضافة إلى مكيف سبيلت طبعا ميسة الغرفة لها دورة مياه خاصة لذلك تعتبر الماستر روم فيها في المنطقة هذه عندنا المروش وعندنا أيضا المغسلة نكمل نخرج فوق هنا على يسارنا عندنا المطبخ اللي يخدم الدورة العلوي مثل ما انتم شايفين مجهزة بالكامل المطبخ هذا للدورة الأخير فقط وعندنا هنا دورة المياه أيضا متكاملة وهنا عندنا طبعا هذه غرفة صغيرة تعتبر غرفة للأطفال مجهزة وهنا عندنا طبعا هذه ممكن تستخدموها إما كغرفة أو تستخدموها مثل المالك حاط فيها كنبات وحاط فيها سرير طبعا لها الواجهة الأمامية وأيضا فيها مكيف طبعا فيها تراس التراس هنا يعتبر أكبر من التراسات اللي شفناها تحت لأنها ماخذة واجهة العمارة بالكامل أو الفيلا مثل ما انتم شايفين يعني المنطقة هذه حيث تعطيكم إطلالة بنورامية للمنطقة اللي حوالينها هنا المنطقة الجميلة هذه مساحة شرحة ممكن تحط فيها طاولة تحط فيها الكراسي تكون جلسة جميلة جدا يعني جميع الأدوار في الفيلا مقلة وما في أحد يغطي عليكم لأن مساحة الأرض اللي قدامكم تابعة للفيلا منطقة أكتشكالي طبعا صورنا لكم ثلاث أدوار وعندنا الدور اللي هو السرداب ممكن تستخدمها كغرفة أو تستخدمها كمستودع هذا وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا ونبينا محمد